اسمحوا لي بادئة لبد أن أنقل إليكم تحيات وتهاني السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الذي هبى إلى أن يطلب مني أن أنقل إليكم تشجيعاته ودعمه للعمل الدبلوماسي الدعوب الذي نقوم به جميعا خدمة للجزائر وتكميلا للعمل الذي يقوم به كافة إطارات الدولة الجزائرية بناء للجزائر الجديدة وتحقيقا للبرنامج الذي انتخب على أساسه السيد رئيس الجمهورية لمواصلة العمل ورفع من مكانة الجزائر داخليا وخارجيا أردت أن يكون هذا اليوم المشهود من تاريخ أمتنا ممثلة بنخبة الدبلوماسيات والدبلوماسيين الذين رفعوا كلمة الجزائر ورفعوا أهداف وقيم الجزائر عمر العالم لعقود طويلة أردت أن تكون المناسبة بين أيدي السابقين واللاحقين من الدبلوماسيين على أن يبقى جيلنا في مكانة الوسيط الذي يقدم يخوذ المشعل من الأسلاف ويقدمها للأجيال القادمة فأحيي الزميلة التي قامت بتنشيط المرحلة الأولى الافتتاحية لهذا الحفل وأحيي كذلك أسلافنا أصدقائنا الكبار الذين لبوا الدعوة وقبلوا أن يشرفوا من خلال هذه المناقشة الحرة من خلال هذه اللقاءات التي تعبروا عن حرصهم على تبليغ الرسالة وتبكين الجيل الجديد من الدبلوماسيين من الاستفادة من خبرتهم من حكمتهم وكذلك أهم من هذا وذاك من وطنيتهم الوطنية التي سمحت لهم في رفع مردودية الدبلوماسية الجزائرية عبر السنين الصعبة وعمل جاهدين على تحقيق ما تصب إليه الأمة من رفعية حرية وسؤدة فأريد إذن أن أكتفي بهذا على أساس أنني وجهت رسالة لكافة الدبلوماسيين لأهل الدبلوماسيين للمتاقعدين منهم والمباشرين ومن خلالكم جميعاً للمواطنين والمواطنات في فئات الشعب الجزائري التي تساند وبقوة العمل الخارجي الجزائري وتتطلع إلى المزيد من الإنجازات على در الحضور المكثف على الساحة الدولية والإنجازات الكبيرة كذلك على أساس أن الدبلوماسية اليوم تمثل حقيقة رافض من روافض بناء جزائر الجديدة الكريمة المستقلة العزيزة المعززة التي تشتغل على أساس توجيهات سياد رئيس الجمهورية لتجعل من الجزائر ما دائماً كانت ترمز إليه إلى قلعة الحرية قلعة الاستقلال قلعة الكرامة والعزة فأهلاً وسهلاً بفيوفنا جميع أهل الوزارة أهل الدبلوماسية الجزائرية وظيفنا الكرام من أفراد السلك الدبلوماسي من استقائنا وأشقائنا الذين يتقاسمون معنا هذا الحفل تعبيراً منهم للمودة والإخاء وللتعاون المثمر الذي يربط الجزائر بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة فالكلمة لأسلافنا الميمين على زهر بكم سعيد باللقائكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته